السلام عليكو ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال فيديو النهاردة بصوا كده يعني فيديو من العيار التقيل قوي قوي فيديو النهاردة حاجة كده يعني بقدمها ليكي انت يا غالية لانك غالية على قلبي فلاكي مني كل الحب والتأدير والحلاوة والجمال فيديو النهاردة بجده هيكون فيديو السيدة يعني مش قادر اوصف اناقتها وشيكتها وجمالها وكل حاجة راقية وانيكة في قلبي بيتها هتكون عاملة ازاي قبل من كامل الفيديو عايزة الفيديو ده تقصروا زرار اللايك كتير 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 على قد من تقداري لاني فيديو النهاردة بجده هيكون فيديو اجمل من رائع كمان عايزة اقولك ما تفوتش منه ولا دقيقة بصي والله العظيم من اول دقيقة الاخر دقيقة فعلا هتكوني مستمتعة بكل حاجة بكل لحظة انت بقى لو فوتتي انت اللي فاتك الكتير لو انت حب انك انت يعني تاخدي افكار عن الدكورات عن التنظيم عن الحاجات الرائعة دي هتشوفها نهاردة في فيديو نهاردة لسيدة اللي معانا بس طبعا لو انتوا بتشوفوا القناة لأول مرة من خلال الفيديو ده يساعدني وجودك يا غالية معايا وتنوري طبعا عائلتي الجميلة عائلتي اللي ما فيه زي اياها كده وتبقى اخت من اخواتنا وتشتركي في القناة وفعالي زرار جرس اهم حاجة على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني وفضلا منكو كده بصوا لايكاتكو دي يعني عايزها اتكسر الدانية وكمان والله بفرح بكومنتاتكو جدا 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 وبتشجع بيها بصوا كده حباب قلبي اول حاجة كده لسيدة اللي معانا سيدة راقية بكل تفاصيلها اول حاجة ده غرفة الغسيل زي ما انتوا شايفين شايفين الدكورات بتاعتها كده باللون الجلد في البهبي بصوا من الحلاوة طبعا حبيت ان انا بدألكو بيها الفيديو كده وده حاجة خطيرة هتشوفوا بقى غرفة نومها هتشوفوا الريسبشن عندها هتشوفوا الحاجات اللي عندها بجد هتنبهروا بجد اول حاجة خلصنا خلاص الغرفة اللي هي بتاعت الملابس او بتاعت الغسيل هنيجي بقى للمطبخ حبيت اوريكو تقدمها او تنظيمها للمطبخ بيكون عامل ازاي اول حاجة كانت جايبة المنظمات اللي هي الاكليرك والمنظمات دي دي بتاعت ايكيا دي موجودة في ايكيا عشان قبل كده تسألت عنها ورديت عليها الغرض من الفيديو ان احنا كلنا بنستفاد من الفيديو بنخرج منه بمعلومات حلوة بمعلومات جميلة بمعلومات كلها كده اه يعني لو في اي حد بيجدد في بيته او بيغير في بيته او مثلا سيدة حابة ان هي تتعلم مثلا الدكور والله العظيم انا يعني متابعة من متابعيني انا منفعش اقول متابعة لان هي ام ويعتبر زي امي بالظبط هي كتبتلي ان انا عندي ستين سنة وبتحب ان هي تتبعني وبتحب ان هي تتفرج على كل فيديوهاتي وقالتلي ان انا يعني بنحب ان احنا نتفرج ونتعلم حاجات كترة من الفيديوهات وفي نفس الوقت كمان بنعلم بناتنا على ازاي ان هم ينستقوا حياتهم وحياتهم تكون عاملة زي ده شرف على دماغي يا امي ان كنت تكوني معايا على القناة بجد بشكر كل حد بجد بيحفزني بشكر حد بيدعيلي دعوة صدقة من قلبه والله العظيم ان اتعرفي انا بكون فرحان ازاي بكون بجد بجد ببقى مبسوطة بكومنتاتكم وبكلامكم الحلو اللي انتو بتدهوني ربنا يا ربي يجزيكوا كل خير واجعلوا في ميزان حسنتكم وان شاء الله ان شاء الله يعني تشوفوا كده اضعاف اضعاف من دعواتكم الجميلة انتو بتدعوها ليا وحبكم ليا بجد بحبكم يا اغلى واحسن عيلة في الدنيا قريت معاكم كتير مش كده بصوا بقى هي هنا ده المطبخ بتاعها وزي ما انتو شايفين هي جددت فيه او مش جددت جابت دكرات باللون الجلد زي ما انتو شايفين كده وده كان طقم حلل هتشوفوه المقطع اللي بعد ده اهو على طول هي كانت جايباة جديد كده طبعا هو الغطا بتاعه الايد بتاعتها استلس وهو كمان الغطا بتاعه استلس اه ولكن ده طقم كانت يعني بتقول ان هي جايباة جديد واحسن حاجة كمان اللي هي جابت للمنظمات دي وزي ما انتو شايفين حطيته عندها على الرخامة بتاعت المطبخ لان هي هتستخدمه زي ما انتو شايفين اولا هو كشكل دكور حلو جدا اه يعني وان هي تحطه على الرخامة مش وحش ابدا لان هو ده استخدامها عايزة افكرك يا غالية لو وصلت الحدات هنا من الفيديو ونسيت تحط اللايك انا عارفة ان فيه كتير من حباب قلبي بينشغلوا معا الفيديو بينسوا يحطوا اللايك حط اللايك كده شوفي انا بفكرك احط اللايك وكملي الفيديو اه بصو ممكن حتى مثلا انتفرج علي اقول لي ايه ده كل شوق تطلب لايكات لا والله العظيم انتو لما بتدعموني كده او بتحطوا اللايك حلو كده انا بتشجع اكتر وبعرف ان الفيديو عجبكو اكتر والفيديو اللي بعده بجبهلكو احسن من الاول ده تشجعكم لي يا بقى لو الفيديو عجبكو هتحطوا اللايك بس فلما بحس كده ان الفيديو ما عجبكوش لأ اللي هو ايه ده انت بتعملي ايه المهم خلصت هنا المطبخ بتاعها وبعد كده غسلة البوركي او مساعة البوركي طبعا هي بالمكنسة اللي احنا كلنا عارفينها هي هنا الغرض بس ان هي بتقولوكو ان هي ما شاء الله ان المكنسة دي او المكنسة دي يعني متعدد الاستخدام في حاجات كتيرة حطت زي ما انتو شايفين بودر حطت مثلا لو اي سوسات لو اي حاجة ايا يا كل اللي مكبوب يعني بتشيل كل ده هنيجي هنا بقى ليل تويلت بتاعها او الحميم بتاعها ده تنظمها ليل تويلت طبعا كانت جايبة المنظمات الجميلة بجد يا جماعة جابتني جدا 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 الستيكر اللي هو الدهب ده عايز اقول لكم اللي هي حطها على الجدرون ده ستيكر لونه ابيض في دهبي بجد طحفة او فكرتوني كمان اللي لسه معرفش قناتي قناتي التانية اسمها احب حياتك وبيتك مع رودي دي قناتي التانية بقدم فيها محتوى من محتوى ايدي انا ومنزلكو فيها كل تغييراتي وتجديداتي في بيتي وكمان الايام الجاية برضو هحاول ان انا ازبط فيها شوية عايزاكو برضو تتابعوني هناك علشان يعني بحب ان انتو تكونوا معايا في كل مكان باخد قراءكو بتدوني افقار حلوة فيها فانا ببتدي ان انا طبقها عندي في بيتي كمان مش معنى بس ان انا بجيب لكم فيديوهات لسيدات مختلفة فمش بنزل بيتي لأ انا كمان بنزل بيتي بس ده على قناة التاني قناة التاني اسمها احب حياتك وبيتك مع رودي واسبها لكم في اول تعليق مسبت وانا نزلت النهاردة فيديو فشوفوا بقى وقلوا لي ايه رأيكم بص انا حبيت اجيب لكم للسيدة الجميلة الامر اللي معانا دي هي هنا كانت ده دكورتها اللي كانت عاملها للحمام حبيت ان انا اجيب لكم يعني افقارها اللي هي بتعملها للحمام وده افقارها شايفين حطت لولي كده في الفوة ادتها منظر جميل حلو بدل ما تكون الفوة سادة فعجبتني جدا فكرة كمان الكستر اللي هي حطته حطت معاه الشامعادين وحطت معاه الشوار بجاب حاجة حلوة جدا جدا شايفين كمان علبة المنازيل او الحامل بتاع المنازيل شكله شيء جدا اجابني اكتر بقى شكل المنازيل وهي عاملها في يونكا كده فمشاء الله اللي يعجب الطويلت هنا بنحط لايك من جماله انا كمان زيكم بحط لايك زي زيكم كده هنيجي بقى هنا لغرفة النوم عندها ومشاء الله زي ما تقولكم ان هي بتعشق حاجة اسمها كده تنسيق والوان كده رائعة والوان كده تخطف القلب بجد والله حطت كده طبعا حطت النوع الدكور اللي هو من قطعة القماش طبعا باللون الجولد برضو على الفكرة هو ده من الصوف بس فيه داخل فيه البرونز البرونز اللي هو الجولد طبعا هي عاملة منه الكوشنز وعملة منه كمان قطعة القماش هي كطعة قماش عادي جدا ولكن عاملة منها الكوشنز وحطت الدكور الجميل اللي على السرير طبعا الدكور ده عباره عن صنية وكمان كوستر اللي هو بالإزاز وحطت الصنية وهنا برضو كابت وريكم من غير كل ده يعني من غير الكوستر ومن غير أي حاجة لو حبت حطي كطعة القماش بس هنا بقى كانت هي جابت سجاد جديد وكانت فرشة القوضة كلها بالسجاد وطبعا غيرت نوع الدكور حطت الدكور هاد شوية لاني نوع السجاد اللي هي كانت جابتها لون هجري في اللون الأبيض أو القفويت طبعا ده الكورسي اللي عندها برضو في غرفتها عندها اتنين كورسي كده وحتى ما بينهم الترابستين الكيوت الحلوين دول وطبعا حتى الدكورات البسيطة اللي انتوا شايفينها دي بجد الدكورات يا جماعة بتفرق جدا بتفرق أو ممكن يكون مننا يعني مش معايا أو مش قادر انه هو يجيب الدكورات دي بس والله ممكن ان احنا نجيب الدكورات دي بابسط الامور جبتلكم فيديوهات قبل كده كمان ان انت تعمل اعادة تدوير للحاجات اللي عندك وتخليها من قديم لجديد بالدكورات عصرية بس بقى ده طبعا البرفون حطيته في الزجاجة دي وحطت طبعا الاعواد اللي هي الخشبية عايز اقول الاعواد بقى عاملة ازاي بصراحة هي انا او مرة اشوفها اه يعني بت ايه مش بتشتغل بتشتغل ايه اه بتولعها فمش حارفة هل بقى ده شمعدان ولا ده اعواد خشبية اللي يعرف تحتي يكتبلي تحتي في الكومنتات لاني بصراحة مش عارفها وطبعا انا قلتلكك قبل كده احنا كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بيكون عندنا افكار مختلفة بنقولها لبعض ده طبعا معطر او فواحة دي كانت جايبها جديد كده وحطتها في الريسيبشن عندها الريسيبشن عندها برضو لو تلاحظوا كل الالوانات اللي عندها تحسوها ان هي الواناتها موحدة كده الجري مدخلة مع الجري اللون الجلد واللون الابيض او لون الوفويت يعني تحسو حتى كمان في الطايلت وحتى كمان في القودة عندها فكل الالوان تحسوها ان هي موحدة وتحسوها ان هي واحد ده طبعا الريسيبشن عندها قدام الريسيبشن على طول الصفرة بتاعتها زي منتو شايفين كده حبيت كده برضو اوريكوا الجولة السريعة كده عندها في الريسيبشن عشان تاخدوا فكرة عندها هنيجي هنا بقى دي طربيزة هي طربيزة صغيرة كده حطها دي يعتبر جنب الصفرة و بتحط عليها الدكورات اللي انتو شايفين ها دي اللون الاحمر عامل ماتش انجي حلوة قوي مع اللون الجولد مش كده ولا انتو ايه رأيكم طبعا هي هنا كده بتحط الشجرة بتاعت الكريسمس ف زي ما انتو عارفين ان هم يعني الايام دي فيه ناس بتحب ان هي تزين بتها بالدكورات اللي هي بتاعت الكريسمس او عشان ده يعتبر بيكون العيد بتاعهم يعني ففيه ناس بتحب ان هي تحضر دكورات زي كده وفيه ناس لأ يعني هي هنا على الكنسول حطت الشجرة الجميلة دي شكلها شيك اوي بصراحة عجبتني عجبتني وعلى فكرة كمان يعتبر كل النجف بتاعها برضو واحد او موحد يعني ده كل الدكورات اللي هي الجديدة اللي هي حطتها زي ما انتو شايفين على التربيزة ده طبعا بعد ما حطت السجادة الجديدة او بعد ما جابت السجادة بتاع غرفة النوم كان بتحط دكورات يعني لغرفة النوم بس انا حبيت ايه ان انا اجيبها لكم معا الحاجات اللي هي بتاعت الكريسمس وكده علشان تبقى كلها واحدة ومشغلكوش كده او مشغلش دماغ يعني باي حاجة بسيطة او اي دكور بسيط والله العظيم جد بيجمع كده للحب وبيخلينا ان احنا بيفتح نفسنا ان احنا نعمل اي حاجة في بيوتنا لو احنا كسلانين يعني مثلا لو انا كسلانة مش قادرة اعمل اي حاجة بشوف مثلا فيديو زي كده بتشجع بتشجع اللي هو اي ببقى عايزة مثلا اغير نوع الدكور عندي في قلبي البيت اشيل مثلا حاجة وحط حاجة كده فعملني طبعا دي المكنسة والمكنسة دي مزيتها اللي هي فيها لد بتمور كده طبعا لو انتي طفية النور او مطفية الانوار عندك فدي بزيتها ودي حلوتها بصراحة انك انتي مسلا بتجيب لك الحاجات الدقيقة اللي في الارض عشان لو انتي مش شايفة في حاجة مسلا في الارض كده رحت عن بالك او مش واخد بالك منها هي بتنور وبيحلوتها في كده يعني طبعا هي كايب بتاخد كانسة محترمة كده للشقة كلها مش بس كده كمان اللي زي ما تقول لكم قبل كده ان هي معاها ادوات تقدر تستخدميها للحيطان والكنب والارضيات والكل حاجة يعني بصوا معنا صح مكنسة تستخدميها لكل حاجة كل حاجة في قلب البيت شايفين بقى حبيت ان انا اجيب لكو تنظيمها للصفرة بتاعتها عشان لو انتي عندك ضيوف او جايلك ضيوف وبتحضري صفرة حلوة كده فحبيت ان انا اجيب لكو كان فيه لها فيديو تاني برضو للصفرة عجبني جدا جدا بس بصراحة انه والله محبيت اطول عليكم الفيديو اكتر من كده عشان ما تزهقوش بس شايفين شايفين يا جماعة الجمال الله اللهم ان شاء الله والله العظيم اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله عليها ربنا يا رب يهنيها ويسعادها يا رب بكل شبرك كده في شقتها ويهنيكو انتو كمان وسعادكو في حياتكو يا رب اللهم امين وكل اللي نفسه في حاجة يحققها يا رب لو محققتيش حاجة ستانية دي تحققها ستانية جاية ان شاء الله يا رب اللهم امين يحقق لكم كل امنياتكم كل احلامكم يا رب طبعا هي كانت هنا بتحط البخور كده في المبخرة شايفين بقى الجول الجميل اللذيذ الامر ده بجد حاجة كده ما شاء الله عليها اللهم مبارك يا رب اللهم مبارك يا رب وبصو حبيت كده لحد هنا من الفيديو ان انا اختم معيكم الفيديو واقول لكم كده الفيديو بتاعي النهاردة يا رب يكون عجبكم يا رب يكون لا اعجبكم وتكونوا اتبسطوا منه وتكون فعلا يكون مفيد لكم اشوفكم الفيديو جاي واسبكم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة